اشتركوا في القناة كما كيقولوا جيت الهولندا في سن 15 العام الوليد كان جاء والولي في 1970 ومن بعد التحقت الأسرة كاملة في 72 فأنا كنعيش 46 سنة في هولندا التعليم بديت في مدراسة تقنية إلى أنني وصلت لمستوى جامعي مستر في الإدارة اشتغلت في مؤسسة التعليم بالأخص ثم مؤخرا في السرطة الوطنية وهذه سنتين أنا موجود في مجلس الشيوخ ديال هولندا كان سكون في مدينة إترخت المدينة الرابعة في هولندا الوالدين ديالي بقي عايشين وساكنين دابا جزء ديال السنة في هولندا وجزء آخر في المغرب في المكان في ان تزادوا بالضبط فالعمل السياسي مرت 8 سنين في المجلس البلدي ديال إترخت وفي الحق الوالد ديالي هو اللي جعلني باش نهتم مشغيب السياسة ولكن كده لي كتب بالعمل الجمعوي من اللي كان عندي 15 سنة كان كي يسجعني أنني نساعد الزملاء ديالون ناس اللي كان ساكن معاهم أنا ذاك في بنسيونات كانوا المغاربة في الستيونات وفي السبعينات كيسكنوا بوحدهم ما كانوش مع الأسرة ديالهم فطلب مني باش نساعدهم مثلا إلا بغايوا يكتبوا رسالة للأسرة اللي بقات في المغرب ثم مليت تعلمت الولانديا بديت كنساعدهم حتى في أمور إدارية إلى أخيره وهكا تورت إلا بغيت تقول تور الاهتمام ديالي بالسياسة في هذه البلد اللي كانعيش فيه وفي الحق إلا شفتي أنها التطورة اللي كان عارفوها هاد العقد الأخيرة ديال الزمان العلماء العالم كله صبح قرية وبالتالي إلا هتميتي بشؤون ديال البلد اللي كانت سكن فيها رف الحق بحل لكتهتمت بشؤون العالم كامل لأن المصلحة ديال هاد البلد اللي كانت سكن فيه هولندا كتكون متكاملة إلا إذا حتى العالم كيسود فيه السلم والأمن والرفاهية وبالتالي في الحقها مصلحتك كمواطن في هاد البلد مصلحت أي إنسان في العالم وصلت الآن لمجلس السيوخ عبر مراحل معينة أولاً كين المجلس البلدي ديال إترخت اللي كنت فيه ثمانيات سنوات ولكن حتى مشاركة ديالي في المجتمع كتلعب دور كنت مثلاً مدير في واحد المؤسسة كبيرة ديال التعليم المهاني قبل دالي كنت في مؤسسة ديال اللي كتساعد المهاجرين في هولندا اشتغلت كذلك عند الشرطة الوطنية ديال هولندا وكنت عندي اهتمامات أخرى كنت مثلاً عضو في اللجنة الوطنية ديال إونسكو وهكذا كي ممكن أن نتكرلك عشرات من بحال هاد المجاليس اللي كنت نشيت فيها وهاد الأمور كلها كتجعل أن ناس في الحزب الحزب العمل ديال غولندا كيشوفوا بلينتا قادر أنك تحمل مسؤوليات سياسية مثلاً في مجلي السيوخ اللي أنا متواجد فيه مجلي السيوخ هو الغرفة الأولى في البرلمان الهولندي ومجلي السيوخ كيندر يعني في نهاية المطاف القوانين واش يمكن تنفد أو لا لا ومجلي السيوخ كيشوف الجودة ديال القوانين واش هادوك القوانين قابلين تنفيذ واش هادوك القوانين ما كيتنقدوش مع الدستور ما كيتنقدوش مع اتفاقيات وطنية أعلى من القانون المحلي وبتالي ما كيشوفوش إلا بغيت تقول السياسة المحضر اللي كتكون في الغرفة التانية ولكن كيشوفو الجودة ديال القوانين واش قابل التنفيذ قبل أني وصوت عليها والمليكة صوت مليكة صوت الغرفة الأولى يعني مجلي السيوخ فهذه الساعة كتنفد القوانين في الحقيقة كانت مدة طويلة اللي ما مشيتش في هالمغرب كانت مدة ديال 12 سنة ومبعد مشيت سنتين متابعة في الصيف ومن بعد 13 سنة ما عودت مشيت للمغرب وبتداء من 2001 بديت كان مشي باستمرار على الأقل مرة في السنة واحد الأسبوعين وشبوع ونص موسيقى الوليد كان مشيت في حزب في المعارضة الاتحاد الاشتراكي الاتحاد واطني القوات الشعبية قبل الشي اللي جعله في واحد المدة معينة أنه بقى ما كي ما كي زرش ما كي زرش مغرب وبتالي ينام لي وصلت لهذه البلاد كان عندي اهتمام تب نواحي أخرى في العالم فزرت بزاف ديال الدول وبالفعل مسألة دي اللي لك أنت مغربي رك تبقى مغربي هاد المسألة تهياء العباد دور في وقت معين جات لحظة اللي هادي نشي فيها المغرب وبددك الاهتمام بقى الولدين كما قتلكت هما كانت مبتداء من انفين واربعا وباستمرار كي يسكنوا مدة ديال استثور في المغرب وستثور في هولندا الحلم هو كي ما قلت لقنات في البداية مصلحة ديال كل البلاد في العقاية مصلحة العلم كامل إلى العلم كامل كتسود فيه الأمن والسلام والزدهار فكل وطن كي يصدار سبحانك كما قلت نظراً للتطورات ديال العلماء أننا في الحقق مرتبتين بشعوب أخرى يعني كل مواطن في الحقق مرتبت مواطن آخر في كل أنحاء العلم المغرب كي عرف تطورة يعني جيدة من ناحية ديال حقوق الإنسان من ناحية ديال البنية التحتية من ناحية ديال المشتوى التعليمي ديال المواطنين من ناحية ديال الديمقراطية لكن كان كان مسافة اللي مازال خسر المغرب يقتعها باش نوصل داك نوصلوا لداك الحلم اللي كما كانت سميه ديال وطن بلاد كتحترم حقوق الإنسان كان فيها مساركة ديال المواطنين كان رفع لمستوى التعليمي ديال المواطنين كاملين محاربة الأمية محاربة الفقر كان ضن مسافة طويلة ولكن اللي كان نشوف الان أن كان خطوات كانت تقطعوا مزيانة اللي ما كيف الرحش هو أنها بعض المرات كانت تكون تطورات اللي ماشي ما كتفرحش ولكن بشكل عام كانت تطورات يعني اللي كجعل الإنسان يفرح بها مواهد مؤهد نمز كتلاحظ أن مغربة العلم كان يساهموا كاللاحظة غير في هولندا مثلا كان مبادرات من هولنديين من أصل المغربي ما تقول مساعدة المغرب في تطورها في تطوره الاجتماعي مثلاً كيساعدوا مدارس تماب بألة الحاسوب إلى آخره من ناحية العناية الصحية كيطلح مثلاً أطباء هنا كيقوموا بعمل تطوعي كيساعدوا فقراء في المغرب إلى آخره فهذه الأمور كلها كما قلت لك جد مهمة لأنه ما يمكنش أي بلاد تظهر إلا لما كانت عنده علاقة ببلدان أخرى كنتمنى أن العالم كامل يساعد الأمن والسلام والازدهار وكنتمنى أن المغرب كذلك يزدهر ويعرف الرفاهية ويعرف السلام والأمن ويساعد حتى بلدان آخرين في حاجة لمساعدة فصبحنا مرتبطين بعديتنا متعلقين بعديتنا كمواطنين كبولدان في العالم بدون علاقات التي تسودها المساعدة والعناية بالآخر تحرمين كشن تكتدمون ممتع شراء موسيقى اشتركوا في القناة